نعمل كيمية وفيرة 4 أو 5 حبات أو 6 حبات من التوم كلما كانت الكيمية أكبر كلما جيد نقوم بإزالة الكشر الموجود في التوم هناك العديد من الوصفات الخاصة بإنبات الشعر لكن وصفة التوم تعتبر أهم الوصفات في إنبات الشعر بشكل سريع كما تلاحظون نقوم بإزالة القشور الموجودة في الثوم بعد ذلك سنقوم بتقطيع الثوم إلى شرائح رقيقة كما هو موضح في الفيديو هناك بعض الوصفات من يقوم بأخذ هذا الشرائح ويطبقها مباشرة على الأماكن التي توجد فيها الفراغات نقوم بأخذ هذه الشرائح ونقوم بفرق الأماكن الموجودة فيها الفراغات هذه الوصفة يعني تعطي مفعول سريع لكن رائحة التوم تكون قوية يعني ليس الكل يقدر على تحمل هذه الرائحة نقوم بتقطيع التوم كما تلاحظون معي بعد ذلك سنحتاج إلى زيت الزيتون زيت الزيتون يعني ممكن تحضير كيمية وفيرة لأنكم يمكنكم الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة أطول تقريبا يعني مقدار كأس غير مملوء من زيت الزيتون في كسرونة كسرونة أو إناء ميناء الحديد يمكن وضعه فوق النار بهذا الشكل الزيت الزيتون يعني هو أفضل الزيوت المستعملة في هذه الوصفة سنقوم بأخذ شرائح الثوم وسنضيفها إلى زيت الزيتون ونقوم بتحريك هذه المكونات بهذا الشكل بعد ذلك سنقوم بوضع هذا الخليط فوق النار ضروري جدا أن تكون النار هادئة وليست يعني قوية نار هادئة جدا نضع فوقها هذا الخليط ونتركه يعني إلى غاية أن يسخن الزيت تقريبا مدة خمس أو عشر دقائق يمدة كافية جدا يعني نترك الثوم حتى يحترق فقط إلى غاية أن يسخن الثوم ويسخن الزيت عفوا ويسخن الثوم ويعني تصبح بالزيت موجودة المكونات الموجودة في الثوم كما قلت لكم هذه الوصفة يمكنكم تحضيرها والاحتفاظ بها لمدة طويلة في قنينة زجاجية يعني يمكنوا احتفاظ بها لمدة شهر في قنينة زجاجية تكون معقمة يمكنكم بدل عمل هذه الطريقة يعني غلي الثوم في الزيت يمكنكم وضع الثوم في الزيت وتركه يعني لمدة ليلة كاملة أو لمدة يوم كامل في الزيت بعد ذلك يمكنكم أخذ هذا الزيت واستعماله لفروة الرأس لمعالجة مشكلة تساقط الشعر الثوم يحتوي على العديد مناء الفوائد ويقوم بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يؤذي إلى نمو الشعر نستمر كما تلاحظون على تحريك هذا الخليط بهذا الشكل ضروري جدا أن تكون النار هادئة وبعد أن يصبح يعني شكل الخليط كما تلاحظون في الفيديو يعني يغلي قليلا نقوم بإطفاء النار وثرك الزيت إلى غاية أن يبرد تماما الناس الذين لا يتحملون نهائيا رائحة التوم يمكنكم إضافة حبات قليلة من الخزامة أو اللفندر يعني حبات منها إلى هذا الزيت ستزيل نهائيا رائحة التوم في هذا الزيت يعني ستصبح لديكم لائحة اللفندر أو الخزامة في هذا المزيج ما قلت لكم ما عليكم فقط تجربة هذه الوصفة لأنها جد فعالة ومجربة مني شخصيا يعني منذ الصغر كنت أجرب هذه الوصفة وأضعها لشعري لملء الفراغات ولإنبات الشعر ولتقوية الشعر حتى وإن لم تكن لديكم فراغات الشعر يمكنكم عمل هذه الوصفة لتقوية الشعر وتقوية فروات الرأس بعد ذلك سنقوم بتصفية هذا الخليط وبعد يعني يبرد تماما نقوم بتصفيته سنحصل على هذا الزيت الذي كما قلت نحتفظ به في الثلاجة لمدة شهر كامل ويمكنكم استعماله يعني مرة أو مرتين في الأسبوع بالنسبة لطريقة الاستعمال يعني ضروري قبل الذهاب إلى الحمام نقوم بتمشيط الشعر جيدا بعد ذلك نقوم يعني بفرق خسيلات الشعر عن بعدها ونقوم بدلق فروات الرأس كما هو موضح في الفيديو نقوم بدلق فروات الرأس جيدا بهذا الزيت بعد ذلك يعني نلف الشعر ونضع يعني نضع أي توب على الشعر أو أي غطاء نقوم بوضعه على الشعر ونترك هذا الخليط كلما تركتم هذا الزيت على الشعر مدة أطول كلما كان مفيد جدا لفروات الرأس يعني ساعة ساعتين ثلاث ساعت يعني كلما كانت المدة أطول يكون جيدا ويجب وضع على فروات الرأس بكاملها وضع هذا الزيت يعني على فروات الرأس بكاملها بعد ذلك نقوم بغسل الشعر في الحمام بشامبو بعد غسل الشعر بشامبو إذا ما لاحظتم يعني وجود رائحة التوم في الشعر يمكنكم أخذ لتر ميناء الماء وإضافة إليه قطرات ميناء الخل وبعد ذلك نقوم بشطف الشعر بهذا الماء ستزول الرائحة تماما من أشعر هناك وصفة أخرى شبيهة بهذه الوصفة التي قدمتها لكم وأيضا تعطي مفعولا جيدا ليس فقط في إنبات الشعر وأيضا في تنعيم أشعر وهي عمل مزيج ميناء الزيوت زيت جوز الهند زيت اللوز زيت الزيتون زيت السمسم يعني زيت الخروع أي زيت متوفر عندكم في البيت نقوم بمزج جميع هذه الزيوت ونقوم بتقطيع الزيت التقطيع عفوا الثوم ووضعه في هذا المزيج وتركه يعني منقوع لمدة ليلة كاملة بعد ذلك نقوم بتصفية هذا الزيوت يعني نقوم بفصل الثوم عن الزيت ونحتفظ بهذا الزيت ونقوم بوضعه على الشعر بنفس الطريقة التي شرحت عليكم من قبل في الفيديو وهذا الوصفة جد فعالة في إنبات الشعر وفي تنعيم الشعر أنتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة شكراً على تستبعكم للقناة وشكراً على وفائكم للقناة انتظروني فيديو قادم بإذن الله وصفات قادمة بإذن الله لا تنسوا أننا نضع فيديوهات بشكل يومي على القناة انتظروا منا كل المزيد والمفيد على قناتكم معالمك سيدتي مع مريم إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر